كانت روايات الشهود الذين كانوا مثلا أحد الشهود كان في إحدى الشاحنات يقول كنا نحو مئتين شخص وقد استهدفنا الإسرائيليون وقتل النساء والمسنون والأطفال وهو رأى أطفالا بلا رؤوس كما رأى نساء تبقر بطونها وفي أحشائها الأجنة والأطفال هذا هو الواقع الليلة أمام كل الكذب الذي نسمعه من أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين وأنما تستهدف الفصائل معنا محمد فنيش من القدس المحتلة محمد على ما يبدو كتائب القسام أعلنت قبل قليل قصف تل أبيب ردا على التهجير وقصف المدنيين ما هي آخر المعلومات لديك لو سمحت؟ نعم سامي يبدو أن هناك تطور غاية في الأهمية هذه المرة من حماس بعد استعمالها ساروخ عياش 250 البعيد المدى عندما نقول 250 لأن مداه 250 كيلو مترا وبالتالي يبدو أن حماس كذلك بدأت تكشر عن أنيابها بعد سبعة أيام من القصف على قطاع غزة مبرر إسرائيل كان وقعت يوم السبت الماضي التي كانت مدة ساعات محدودة اليوم ما هي الحجة لكل أنصار فلسطين بعد سبعة أيام من القمع والقتل تجاه المدنيين في قطاع غزة إذن الآن يبدو أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بدأوا يستعملوا أوراق أخرى لاحظنا اليوم عودة السواريخ إلى مناطق متفرقة العامل الآخر سامي وهو استهداف كذلك ثلاثة صحفيين أربعة صحفيين وحرق صيارتهم واستشهاد مصور صحفي وثلاثة حالتهم حرجة جرحة في المستشفى في جنوب لبنان العكيد أن هؤلاء الصحفيين لا ينتمون إلى حماس لا ينتمون إلى الفصائل المسلحة وبالتالي الرواية الإسرائيلية التي بنيت على دعاية إعلامية مصاحبة لعدوان إسرائيلي على قطاع غزة يبدو أنها بدأت تتكسر أمام هذا الهول من المعلومات كذلك يبدو أن الجانب الفلسطيني تفطن إلى الجائل التضليل الإسرائيلي وبدأ يكشف الضحايا سواء الجرحة سواء الجتد سواء الأطفال لاحظنا صور لأطفال تبكي دما عندما نلاحظ أن بعض الأطفال هلدوا في هذه الحرب حرب سبعة أيام وقتلوا فيها قتلوا في هذا العدوان الإسرائيلي كذلك لا بد أن نشير أن شاب فلسطيني استشهد قبل قليل هنا في منطقة العيساوية بالقدس المحتلة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي كذلك بعض المعلومات المحلية ليست رسمية وليست دقيقة تقول أن هناك شاب آخر حالته حرجة وأنه أصيب كذلك خلال هذه المواجهات السامية وبالتالي نحن أمام تطورات يبدو أن كثير الأمور كانت في الكواليس بدأت تكشف سواء على مستوى التضليل الإعلامي كذلك الإدارة الأمريكية التي كانت مندفعة مع الرواية الإسرائيلية بدأت الآن تقول للشعب الأمريكي قبل العالم أنها تتواصل مع بحسب ما كشف عنه الرئيس الأمريكي لإدارة سي بي أس الأمريكية بأنه تتواصل مع عائلات الرهائل لدى حماس وبالتالي كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه تتواصل مع 120 عائلة وبالتالي العائلة للمعتقلين أو للرهائل وبالتالي يبدو أن لغة الرعاين التي كان أو المعتقلين التي كان مسكوت عنها سواء في الخطاب الإسرائيلي أو في الخطاب الأمريكي على اعتبار أنها يمكن أن تكون ورقة ضغط من طرف الرأي العام سواء الإسرائيلي أو الأمريكي يبدو أنها فرضت نفسها الآن عبر وسائل الإعلام الغربية سامي هذه الوسائل الإعلام الغربية لابد أن نضع بين قوسين أنها غضت الطرف عن أكبر مجزرة إنسانية يعرفها قطاع غزة في العصر الحديث وأنها للأسف رأت بالعين الواحدة من الحق الإعلام الغربي أن يرى واقعة السبت الماضي بالطريقة التي يريد لكن ليس له الحق لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا إعلاميا ولا صحفيا أن يغض الطرف عما يقع داخل غزة محمد اليوم العملية التي أعلنت عنها كتائب القسام بقصفة الأبيب جاءت غدات العملية التي حدثتنا عنها أمس مباشرة والتي استهدفت مقرا للشرطة وتبنتها الجبهة الشعبية عمليا واليوم أيضا كانت هناك تظاهرات واشتباكات مع جيش الاحتلال في محاولة وصول الناس إلى المساجد هل يمكن القول أنه الخارج غزة التحركات تكبر وأنه بدأنا نشهد شيئا جديدا في مقاومة المحتل لم نألفه في السابق هناك سامي على مستوى الميداني وما أشعر به ميدانيا المواطن الفلسطيني في المناطق المحتلة هو ارتباط وإن فرقته المستوطنات وإن أبعدته عن قطاع غزة أو عن الضفة الغربية هو ارتباط مع عائلاته مع دمه مع تاريخه مع وطنه وبالتالي هناك استياء هناك غضب هناك رفض لطريقة تعامل الاحتلال مع قطاع غزة أو مع الضفة الغربية التي كذلك تم الإعلان أنها بلغت إلى حدد الساعة تقريبا 44 شهيدا وأكثر من 700 جريح أو مصاب وبالتالي المسجد الأقصى اليوم كان مطوق بقوات أو جنود الإسرائيليين دخلوا حتى إلى باحة الأقصى التي كان عادة لم نراها فيها سمح فقط لكبار السن بالصلاة وبمن هم يقيمون داخل المدينة القديمة بالصلاة داخل المسجد الأقصى وكان العدد قليل جدا كانت هناك كذلك غضب من الشباب الفلسطيني محتجون على جنود الاحتلال على عدم السماح لهم بالصلاة وكانت هناك مشادات بينهم لكن إجمالا سامي هناك خط عريض هو أن الدعاية الإعلامية المضللة بأن إسرائيل تستهدف فقط مناطق عسكرية لحماس يبدو أنها سقطت وأن العالم الآن بدأ يتأكد أن هناك استهداف للمدنيين بدون حتى توجيه وهناك حصار عندما يقول سامي وزير الطاقة الإسرائيلي بالعلن يقول أنه لن يفتح للماء ولا الكهربة ولا الإمدادات على قطع غزة ويوازي ذلك إغلاق المعابر نحن أمام إبادة جماعية والغريب أن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسل فوندرلين تزور إسرائيل اليوم بدون على الأقل الانتباه إلى معاناة سكان غزة إذا كانت مثلا لنقبل يا أخي لنذهب بعيدا لنقبل مثلا أن إسرائيل رفضت ما قامت بحماس يوم السبت ورفضه المجتمع الدولي لكن على الأقل سبعة أيام من القتل والإبادة الجماعية يجب أن ترفض من طرف الجميع ترجمة نانسي قنقر